السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيل 2007 جيل العظيمين جيل الفخمين جيل النهايات العظيمة إن شاء الله تعالى تكونوا مبسطين ومسرورين وماشي أموركم طيبة بدي منك الآن جيل برقك وقلمك عشان تكتب وراي إذا إيش بدنا نلخصه أو إيش بدنا نحط له مفاتيح احنا اليوم بإذن الله تعالى رح نبدأ في مادة البلاغة كتاب البلاغة والنقدر حنبدأ في أول الشي مادة البلاغة الوليweELIه علم المعاني طيق يا السادب شه يعني علم المعاني أarmsع Ready أنتوا عارفين أنه بعض الكتابات منه هي ألفاظ نكتبها لكن هذه الألفاظ لها معاني طيق وعيش جعتمد؟eh حن amb我們 Tangutam بعض نحصتنا اليوم مع درس علم المعاني ونقرأ في أول شيء مفهوم علم المعاني شو يعني علم المعاني؟ الآن هو المقصود في أنه علم تعرف به أحوال اللفظ العربي أحوال اللفظ العربي طبعا خليك مركز معي ثواني بس عشان أكتب لك بالقلام أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال شو يعني مقتضى الحال؟ يعني حسب الحال اللي فيها المتكلم والمخاطب الاثنين هذول هذو بسميهم مقتضى الحال طيب الآن أبواب علم المعاني شو أبوابه؟ يعني ايش بيحكي يعني راي هيك عن الخبر والانشاء راح نجي درس لحاله هذا الخبر والانشاء يعني مش مقصود به الخبر مبتدأ لا لا خبر وانشاء يعني معلومة خبرية ومعلومة انا انشأت انشاء حتى بدي مطلوب منها والتخديم والتأخير والحذف والذكر والاجاز والاطناب والفصل والوصل تمام طيب الساد في معلومة يهمني انا دايما لما بدي اركز بدي اركز على شو بدي استفيد من علم المعاني انا انا كطالب او كمتحدث اللغة العربية ماذا ساستفيد من علم المعاني شوف سيدي شوف ايدة هذا العلم بيقول لك الوقوف على الاسرار التي ترتقي بها شأن الكلام ويفضل بعضه على بعض تمام يفضل بعضه بعضا شو يعني في ناس لما يحكي شعر بتقول هذا الشعر احسن من الشعر فلان طب هم كتبوا من نفس اللغة العربية نفس اللغة طب شو اللي خليك تحكي هذا بناء على علم المعاني عن ابواب هاي يعني واحد مثلا قدمه اخر واحد عند وخبره انشاء واحد كذا افضل من انسان مش على سمت واحد وهكذا مقصوده طيب بموافقة المراد المتكلم وحال المخاطب يعني انا لما بدي اتكلم اي واحد او بدي اكتب مراد المتكلم شو عندي انا بدي معنى اوصل للمخاطب ويفهمه ومرعاته لقواعد اللغة العربية ووصولها يعني اذا خرجت عن قواعد اللغة العربية بطلت لغة عربية صارت لغة شي ثاني انت الان ما استفدتش منك فاذا الان ثلاث امور لازم اركز عليها اللي هي حال المتكلم حال المخاطب ومرعات اللغة العربية وقواعدها طيب فلكل ترتيب ان الجملة دلالة خاصة كل ترتيب في الجملة له دلالة خاصة اكيد يعني وفيه معنى ليس في الآخر تنشوف فسا بنشوف كيف واي تغيير يطرع على الجملة بتقديم او تأخير او حذف او ذكر يؤدي الى تغيير في المعنى لاحظ قال لك تقديم وتأخير حذف او ذكر يؤدي الى تغيير فيش في المعنى حسب مراد مين المتكلم بما يتوافق مع مقتضى الحال المخاطب يعني احنا ثلاث امور متكلم مخاطب مراعات القواعد حذف ذكر تقديم تأخير كل هذا اله اهمية مثل ثقافة المخاطب ومكانة الاجتماعية وبيئته التي تعيش فيها نأخذ مثال هذا المثال يوجد معك في الكتاب هذا المثال بتحكم او بيحكي عن التقديم والتأخير بيحكي عن مين عن التقديم والتأخير شو بفيدني معنى شو فيش العزيز قال تعالى قل لان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم على بعض ظهيرا ها نقدم الانس على الجن تمام صار في تخديمه تأخير طيب على ايش انه التحدي كان انه يجيب مثل هذا القرآن كان التحدي قدم الانس على الجن يجيبه مثل هذا القرآن شوف الاية الثانية قال تعالى يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان لاحظ انه قدم الجن على الانس والتحدي وين النفاذ من اقطار السماوات والارض طيب بناء عليها الان بقدر انا افهم النص ليش قدمت الانس على الجن لانه الانسان هو الان المخاطب في التحدي هذا لانه كان هو المواجه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فعشان تقدم الانس على الجن في الامر الثاني القدرة والاستطاع على النفاذ والسنعة والحركة هاي الجن اقدر من الانسان فيها في ذلك كان تقديم الجن على الانس نشوف الكلام اللي كاتبه الكتاب فقد تقدمت كلمة الانس على كلمة الجن في الاية الاولى لكنها تأخرت عنها في الثاني وذلك راجع الى مراعاة السياق هو مقتضاحة للمخاطب ما يؤدي للاختلاف في المعنى حيثو تقدمت كلمة الانس في الاية الاولى لان سياق الاية وموضوع البلاغة وصوغ الكلام والبشر معنيون بذلك اكثر من الجن تقدمت كلمة الجن في الاية الثاني لان سياق الاية يتنعى موضوع النفاذ من اقطار السماوات والارض والجن اقدر على ذلك مع ما نارفه من ان كلتا الحياتين مراعية لقواعد اللغة العربية راعت ايش؟ قواعد اللغة العربية في التقديم والتأخير نجح الاسئلة يقول لك وضح فعادة عن المعانى اللي ذكرناها سابقا قد يكون احدنا متذمرا فيقول الحياة كلها تعب شو الهدف من هذا الكلام؟ الهدف من هذا الكلام يشوف التقديم والتأخير شو اثر فيه معنى الكلام واحد بيحكي الحياة كلها تعب طيب بينما المعاري شو بيقول تعب كلها الحياة نظرك انه اكثر تشاؤم اللي فوق ولا اللي تحت طبعا راح يكون اللي تحت ليش؟ لانه قدم التعب على الحياة قدم التعب على الحياة فهذا تشاؤم الزياد عن اللزوم لاحظ ما دلت تقديم الخبر تعب على نفس الشاعر دلالته ذلك النظرة التشاؤمية لدى المعاري فقد قصر الحياة على الشقاء والتعب والآخرين طيب نشوف الآن السؤال هذا مهم جدا ولازم نحفظه هذا السؤال مهم جدا ولازم نحفظه يقول لك يقول الجرجاني ليس الغرض بنظم الكلم يعني تنظيم الكلام أن توالت الفاضي في النطق يعني مش تكون مرة بعض بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه الأقل يعني انت ما بتصف الكلام هيك لا لا حسب ما بدي أنا معنى أوصل للمخاطب بطريقة ما طيب نشوف المقصود منها أي أن نظم الكلام وتتبه يكون حسب مراد المتكلم والمعنى الذي يريد إيصاله إلى المخاطب مع مراعاة يا أستاذ حال المخاطب وقواعد اللغة العربية وأسور لاحظ أنه مركز على ثلاث أمور المتكلم حال المخاطب ومراعاة اللغة العربية بكون هيك أستاذ خلصنا علم المعاني وندخل على أول درس في علم المعاني اللي هو الخبر شو مقصودك بالخبر مقصودي بالخبر أني أنا أعطيك معلومة هذه المعلومة ممكن تكون صادقة وممكن تكون كاذبة متى بتكون صادقة والله صادقة إذا وافقت الواقع وكاذبة إذا خالفت الواقع هذا شو بسميها الجملة هاي سواء كانت صادقة أو كاذبة بسميها جملة خبرية شو بسميها جملة خبرية ركز مش إنها كاذبة مش خبرية وإذا صادقة خبرية لا صادقة أو كاذبة شو بسميها خبرية طيب مفهومها الخبر كل كلام أو قول يحتمل الصدق أو عدم الصدق طيب فإن كان مطابق الواقع كان صادقا وإن كان غير ذلك للواقع كان غير صادق تمام بس على الجهتين شو بسمي كله خبر مثال الجملة هاي حبر والدي أمسية شعرية في رابط كتاب الأردنيين هاي الجملة الخبرية طيب ليش يا أسيدي لأنه هي وافقة الواقع فهي جملة صادقة لذلك فهي ايش جملة خبرية طيب الآن لو قلت لك أنا معلومة ثانية قلت لك الآن الجو غدا بارد طيب هاي الجملة أسيدي وافقة الواقع والله مش عارفين لسا مش متأكدين برضو بسميها خبرية شو بسميها خبرية ليش يا أسيدي لأنه محتملة الصدق أو عدم محتملة في الصدق أو عدم فإذا شو بسميها جملة خبرية تمام الآن أنواع الجملة اللي عنا احنا في اللغة العربية جملة تان جملة فعلية وجملة اسمية للتركيز الجملة الفعلية تعتمد على الفعل تعتمد على الفعل والجملة الاسمية ما بتعتمد على الفعل ركز فيها الجملة الفعلية تعتمد على الفعل والجملة الاسمية لا تعتمد على الفعل تمام على الفعل التام طبعا اللي تأسوا الذي يبحث فيها من معاني كما يعرفوا إلى آخر جملة وليس اللفظ المفرد شغلنا مع الجمل وليس اللفظ وتعلموا أن الجملة تقسم قسمين فعلية واسمية طيب الآن الجملة الفعلية تفيده في الأغلب تجدد الحدوث في زمن معين لاحظ عندي زمن معين لما يحط لي زمن معين معناها تجدد وحدوث زمن معين أستاذ معناها تجدد وحدوث في الجملة الفعلية مثال أو تفيد تجدد الاستمراء بس ما يحط لي زمن معين لم يضع زمنا معينا في الجملة شو بصير أستاذ معناها معناها تجدد وستماع ركز تجدد وحدوث لم يكن في زمن معين تجدد وستماع لم يكن في زمن معين تعالي نشوف الجملة لاحظ هاي الفعل هاي الفعل إذن جملة فعلية ممتاز يشارك الطالبة الآن حط لكلمة الآن خلاص انت حدت لي وعينت الزمن فهي جملة تفيد هذه الجملة فعلية تفيد التجدد والحدوث شو السبب أستاذ لأنها بدأت بفعل وفيها زمن محدد طيب نشوف البيت الذي قاله المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائم نشوف أستاذ على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم هاي جملة فعلية أستاذ بس ما حط لي ولا أي زمن محدد إذن شو تكون هاي تجدد والستمرار شو بتفيدني تجدد والاستمرار ركز فيها الله يرضى عليك طيب الجملة الاسمية الآن تفيد الثبوت تفيد الثبوت لأنها بتكون غير مرتبطة بالزمن غير مرتبطة بالزمن مثال مركز دراسات المرأة بدأ بكلمة مركز مركز فعلي ولا اسمه أستاذ أعطيك مثلة سريعة وبسيطة عشان أنت تفهم إذا كانت جملة اسمية ولا جملة فعلية مثال في مكتبتنا خمسون كتابا أستاذ أول إشي أول إشي هل الجملة هيتبدأ بفعل؟ ركز فيها رح تلاقي فيش فعل إذا هاي مباشرة شو بسميها جملة اسمية أول ما سميها جملة اسمية أستاذ شو بدي أعمل فيها بقول هاي تفيد الثبوت تفيد ايش؟ الثبوت فيه ايش سؤال وزاري مرتب عليها هاي كالآتي لعب معنا اللعبة في الحركات لعب معنا في الحركات شوف كيف لعب معنا في الحركات شوف كتب لي زي هيك ركز ما بس ثواني عشان نزبط لك الخط قال لي زيك وركز كده نشتغلها تتابع البحوث دراساتها تمام؟ وحضي نفس الكلمة تتابع الفصول أمر عظيم الآن يا أستاذ أنا عندي كلمتين تتابع وتتابع تتابع وتتابع أيهما جملة فعلية وأيهما جملة اسمية عشان أريحك أنا حط قدامها سوف إذا زبطت معاك ما زبطت حط محتاء طب ما زبطت أستاذ على المعنى اشتغل على المعنى بسياق المعنى كامل لما قل لي تتابع البحوث ودراساتها هاي ساتجملة فعلية إذا شو هاي؟ جملة فعلية تمام؟ طيب تتابع الفصول أمر عظيم لو أنا شلتها وحطت كلمة التتابع آه والله بتركب معي التتابع التتابع تفرق هاي اسم إذا هاي جملة اسمية شو يجي السؤال عليها في المتحان؟ أجي قال لي الجملة التي تفيد الثبوت مدام تفيد الثبوت معنا تدورها جملة اسمية وإذا هاي جملة اسمية وهيك أنا بكون حلية السؤال بده تركيز بس وتكون أنت فاهم ومؤسس صح على الجملة الفعلية والجملة الاسمية تمام؟ نرجحان نشوف الآن خلاصة القول أنه ما يحتمل ومضمونه الصدقة والكذب يتهمي خبر الجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث في زمن معين وتفيد التجدد والاستمار إذا ما فيها زمن معين الجملة الاسمية تفيد الثبوت طيب نشوف إحنا الآن كيف ننميز كطلاب إنه كيف هي جملة اسمية جملة الفعلية وشو بتفيد الحفاظ على البيع بدأت باسم جملة اسمية إذا تفيد الثبوت حققت المرة تبدأ بفعل إذا تفيد التجدد مكانة المرة بدأت باسم إذا هاي تفيد الثبوت لأن جملة اسمية يتحقق لهم جملة فعلية إذا تفيد التجدد يحتفظ أردني فعل إذا تفيد التجدد وبكون هيك أستاذ خلصنا الخبر طيب الآن يا أستاذ الأمر المهم الآن الخبر له أشكال ضرب الخبر حسب السامع ضرب الخبر حسب السامع يعني شو يعني ضرب الخبر يعني أن بعطيك جملة خبرية هاي الجملة حسب السامع إذا كان السامع مصدق أو جاهل في المعلومة لم يتصل المعلومة أه مش محتاج لمؤكدات طب إذا كان متردد يعني مش عارف أخذها أو لا أو يمكن شاك في الموضوع أه والله بقول لك بخذ لك هاي مؤكد واحد طب إذا كان منكر يعني زلم هذا لما حكيه بقول لي لا مستحيل زلمون كيف حطلوا مؤكدات اثنين فأكثر طيب الآن أضرب الخبر أنه قلنا يجب مراعاة حال المخاطب فإذا عراد أن يقي خبرا توخى فيه خبره ما يناسب حال المخاطب يتحقق له ما يهدف إليه من خبري على أعتم وجه وهذا يعني ضرورة تحديد أمرين أول شيء الحالة التي يكون عليها المخاطب الجملة التي يلقى بها الخبر الآن أنا أمرين بدأ يكون يمركز عليهم حال المخاطب وشكل الجملة تعالي نشوف الابتدائي ينقسم ضرب الخبر ثلاثة أقسام ابتدائي طلبي إنكاري ابتدائي طلبي إنكاري نجعل ابتدائي أن يأتي الخبر هذا شكل هاو نجعل هاو الجملة التي يلقى بها الخبر خالية من أدوات التوكيد طب حال المخاطب خال الذهن أو مصدق أو بنسميه مصدق إما خال الذهن أو مصدق أو اتفقه يعني لو قال لمثال الجملة التي فيها تشعر أن الناس متفقون على أمر واحد خلاص هي ابتدائي مثال قول مذيع نقدم بنارش في التلفاز حلقة اليوم عن أضرار التدخين هايمر محنم نعرفهاش فهي شو بس من ابتدائي تعالي نشوف الجملة شو المؤكدات تعالي نحفظ المؤكدات تنوي إياك بعدين نرجع على الأشكال الخبر أو ضرب الخبر المؤكدات اللي عندي عندي إنا وأن هذا هو الأول مؤكدين إنا وأن طيب المؤكد الثاني اللام المزحرقة هاي اللام المزحرقة بتكون مع خبر إنا تكون مع مين مع خبر إنا إنا طيب كيف أستاذ عرفها شوف أستاذ إنا هيمؤكد إن الله بالناس لرؤوف الرحيم هذه اللام مع خبرها طيب كيف بدي ميز أستاذ إلا أنا أجي بحكي عنه جملة بحكي عنها والخبر تحكي أو بتحكم على اسم إنا إذا كان مع هاي اللام يمكن حذفها يمكن وحذفها يبقى المعنى تاما بسميها لام مزحلقة شو بسميها لام مزحلقة هاي اللام شرحناها في كسر همزة إنا للي حضر هزر كم سر همزة إنا إذا أنا كم مؤكد عندي مؤكدين تمام في عندي لام الابتداء لام الابتداء نفس لام الخبر لكن بتكون مع المبتدأ هي تكون مع مين مع المبتدأ تمام أستاذ اكتب لي هاي المعلومة عندك عدفت عشان أبسط لك المعلومة هاي اللام تكون مع مبتدأ يمكن وحذفها يمكن وإيضا حذفها أنا بقدر أحذفها عبد المؤمن خير من مشرك لعبد المؤمن عن باب التأكيد إذا هاي مؤكد نونات التأكيد الثقيلة والخفيفة الثقيلة بتكون نون مشدد يا أستاذ أو نون عليها سكون وهي بتكون مع الفعل المضارع وفعل الأمر لا يسجنن أو لا يكونن لأنجحن هذه النون يا أستاذ اللي مع الفعل المضارع أو فعل الأمر بتكون هاي بسموها نون التأكيد اللي إحنا بتكون بنأكد فيها الخبر القسم جميع أشكاله القسم نفسه هستكلمة فوربك لحالها يا أستاذ قسم تمام هذا يعده مؤكدا رح نجي كمان شوي نميز بين إنشاء طالب وغير طالبي وخبر حتى لو كان إنشاء لكن أنا استخدمته يا أستاذ كمؤكد شو هو القسم قد هاي مع الفعل الماضي مع مين مع الفعل الماضي طبعا هذا جدوى لازم تكون حافظة عشان تعرف أضرب الخبر قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله عندي ألا وأمل لأخذناهم حروف استفتاح وانا شو اسمهم حروف تنبيه ألا إنهم أنا كم مؤكد ألا وإنه تمام أحرف الزيادة ما والبا في حرف الجر طبعا أي ما بعد إذا يساد زائدة تمام وأي يبا أي يبا بعد ليس هاي بسميها كمان زائدة شو بسميها زائدة لش زائدة الساد للتوكيد شو بنسميها للتأكيد هيك إحنا أخذنا الجدول اللي فيه مؤكدات بنرجع الآن ندرس أضرب الخبر طبعا إحنا قلنا أضرب الخبر يحتمل أمرين إنه يكون حسب حال المخاطب تمام والثاني هشوفي عندك مؤكدات في الخبر الابتدائي حال المخاطب بيكون خالي الذهن وخالي من التوكيدات خالي الذهن وخالي من التوكيدات بيكون مصدق أو متفق مثال حلقة اليوم عن أضرار التدخين في شوية مؤكد هذا يبتدائي خلص نتهينا طب ليش حكيتها لأنه السامع خالي الذهن منها مش عارفها طيب نيجي الآن قول مقترب عادة بعد غياب لعدة السنوات زاد عدد الجامعات الأردنية في مدة الأخيرة طيب نور على المؤكدات إنه وأنه والتوكيد وحرف الزياد وجماعيتهم في الجدول ما لقيتهم إذا شو بدي يكون هذا بسميه ابتدائي والخبر ألقيته لمن إما للمصدق أو لخالي الذهن أو للمتفق معي في المعلومة طيب نيجي على الطلبي الطلبي بيكون فيه أداة توكيد واحدة شو فيه أداة توكيد واحدة بيقامين على المتردد أو الشاك في المعلومة إما بيكون متردد المخاطب أو شاك في المعلومة نقوم مثال قوله طبيب إلى أحد المراجعين يشعر أنهم مريض إنك صحيح الجسم هاي إنه يا أستاذ مؤكد واحد دوتها مؤكد ثاني ما لقيت إذا شو بسميه الخبر هان بسميه طلبي شو بسميه طلبي شو بسميه طلبي أعطيك المثال لو إحنا قاعدين الآن وعنده دوام يجي واحد يقول لك مثلا زي بكرة واحد محرم الله وعلم يقول لك بكرة عطلة هذا الخبر متفق على جميع الناس في الأردن فش بسميه مش محتاج مؤكدات فسميته طلبي أجي واحد من بره بقول لك لا يعني معقول بكرة عطلة بقوله طب والله بكرة عطلة حطيت قسم القسم هذي أستاذ مؤكد لعنه ليش عطيته لأنه يحتاج الأمر إلى طلب للتأكيد فلأنه الثقاء المخاطب كان متردد أو شاك في المعلومة أجي واحد يقول لك والله أنتو بتهبلوا هبل أو بتهبدوا هبد وبكرة في الشلام وحد محرم وهذا الكلام مش موجود وسيبوكم من الهبل هذا شو سميته منكر منكر للمعلومة فشو بدأ عمل أنا دقوله طب والله إنه بكرة واحد محرم والله هي قسم وإنه أدى التوكيد كم مؤكد عندي اثنين إذا صار خبر إيش نوعه إنكاري طيب نشوف الإنكار كيف أن يأتي الخبر مؤكدا بتوكيد أداتي توكيد أو أكثر ويلقى على مين على المنكر اللي بصدقش حدا هاد قول واحد الفنانين التشكيلين لمجموعة المعارضين الفن التشكيل بيحكي لواحد معارض معارض يعني منكر بيحبش هذا الفن ألا إن ألا إن كم مؤكد اثنين إلا فن الرسم التشكيلية وسيلة إبداع وابتكار الزنم يحتاج إلى مؤكدين ليش إن الخبر شو نوعه نوعه إنكاري شو السبب يا أستاذ حط لمؤكدين هو المخاطب منكر للمعلومة طيب أن يأتي الخبر خالية من أدوات التوكيد وحال المخاطب هاي حال المخاطب وهان بنقول إيش شكل الجملة شو بنقول شكل الجملة شكل الجملة هان خالية من التوكيد حال المخاطب شو بنقوله يلقى على خالي الذهن المصدق أو التفق لنش بتقول لك يا ساذن لأنه ممكن غير لك الألفاظ طيب أن يأتي الخبر مؤكدا بأداء التوكيد واحدة فقط واحدة يلقى على مين على المتردد والشك أكثر من مؤكد يعني مؤكدين أو أكثر يلقى على مين على المنكر تعال نطبق أنا وياك على الأسئلة حدد ضرب الخبر الآن شو الضرب اللي جاء عليك قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق تعال أنا وياك إحنا سميناه خبر إنكاري بس أنا بدي منك نشوف شو المؤكدات الموجودة يعني ما هيئنا مدام فينا بدور على خبرها إن هذا شو ما لهو هاي في لام حاولي تشيله إن هذا هو القصص الحق هاي لام مزحلقة إذا كم مؤكد عندي اثنين معانتها شو بسمي إنكاري يلقى على مين هذا يلقى على المنكر يلقى على المنكر هذا حال المخاطب تمام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل سورة الإخلاص والذي نفسي بيده هاي قسم هاي إيش قسم إذن هذا مؤكد إنها هاي المؤكد الثاني لا تعجل هاي المؤكد الثالث إذن هايش بتكون الساد إنكاري ليش لأنه استخدم ثلاث لأدوات توكيد والآن لم يلقى للإنسان الذي ينكر فضلها قال عبد الرحمن شكري ألا يا طائر الفردوسي شو مانو إن وألا إن وألا مؤكدين إن الشعر وإجدانه عندي مؤكدة ما لا تريد تكون خبر نو إنكاري نجعل جملة الثالث الرابعة الأردن وطنه حريته نبداع فش ولا مؤكدات إذن هذا شو بدي تكون ابتدائي قال حيدا محمود على هواك اجتمعنا أيها الوطن فأنت خافقنا والروح والبدر برضو ابتدائي فيش وانا مؤكد ميسوم بنت بحث شو بتقول لميت تخفق الأرياح فيه الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف لأن دورت ما يقولش غير لام الابتداء هشو يسميتها لام ابتداء نو جبت يا أستاذ من الجدول اللي فوق إذن شو نوع الخبر طالبي طيب بقول لك اجعل الخبر الابتدائي في الجملة طالبيا وإنكاريا أعطاني خبر ابتدائي اللي هو امتحان السلام وامدخلي طالبي مروا وإنكاري شو حطت إنا وانا إنا وإنا بس أعطك العافية نشوف هاي الآية مهمة جدا ممكن تجينا في الامتحان كالآتي واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما السياق كذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون هانا كذبوهما اثنين وجه الثالث تمام الثالث كان هم مشكين في الثالث فعطاهم مؤكد واحد قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبوهما كذبوهما مرة ثانية يعني مرحلة الإنكار قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون هاي مؤكدين مرة الخبر هانا شو ما هو إنكاري بيجي بيقول لك السؤال الحدد اللي جاء الخبر الأول طلبية لأن التكذير في المرة الأولى يقع في منزلة التردد والشك أما في المرة الثانية فقد واقع التكذير منزلة الإنكار خلاص منكرين قالوا ما أنتم إلا بشر مثل هذا مرحلة الشك الآن بدليل أسلوب الحصر إن أنتم إلا تكذبون فجاء الخبر إنكاريا طيب أنا عندك نص بيقول لك استخرج طبعا هذا مولا عندك في الدوسية بتستخرج وامورك طيبة إن شاء الله في الحصة القادمة راح ندخل في حصة الإنشاء اللي هي عكس الخبر وبنكون هناك خلصنا بإذن الله تعالى حصة الخبر ومعاني علم المعاني وتعريفه ومفهومه إن شاء الله تكونوا استفدتم ونخصتم ما أردنا ورب يعطيكم العافية كان معكم على السلامة رب الحسنات من مرصة أساس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة